نعم معنا تسجيل صوت ابن الأخ عبد الله من الجزائر حبذا الإخوة يضعونه أريد أن أسأل عن الفرق بين المصالح المرسلة وسد الذرائع كان هناك بينهما تداخل وما هو الخلاف بينه نعم شيخنا الفرق بين المصالح المرسلة وسد الذرائع بالنسبة للمصالح المرسلة إنما يلتبس بها البدع الإضافية وليس سد ذرائع فالذرائع معناه ما يتوصل به إلى غيره وهذه الذرائع تنقسم إلى ثلاث أقسام إلى ذرائع مفتوحة مثل تجاور البيوت هو ذريعة لاختلاط الأجانب ولكن الله سبحانه وتعالى لم يحرم تجاور البيوت ومثل زراعة الكرم فهو ذريعة لصناعة الخمر ولكن الله لم يحرم ذلك فبقيت هذه الذريعة مفتوحة والقسم الثاني ذريعة المسدودة وهي التي حرمها الله كقول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فإن الله سبحانه وتعالى حرم سب آلهة المشركين لأن لا يسب الله سبحانه وتعالى لأن ذلك ذريعة إلى ما هو أعظم وأكبر وهو سب الله جل جلاله فهذه ذريعة مسدودة ومثل ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا فهذا أيضا سد لذريعة كان المنافقون يقولون راعنا يقصدون راعنا أي أحمق فسد الله هذه الذريعة وحرم أن يقول المسلم راعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليقول انظرنا في مقابل ذلك وأما الذريعة الثالثة فهي الذريعة المرسلة أي المسكوت عنها لم يأتي النص أو صريح الوحي بفتحها ولم يأتي النص كذلك بسدها فتبقى خاضعة للاجتهاد ومن أهل العلم من عول كثيرا على سد الذرائع ومن ذلك مالك رحمه الله فاعتبر سد ذرائع أصلا من أصول الاجتهاد ومنهم من يقلل من سد ذرائع وهذا الباب متسع واليوم نجد كثيرا من المسائل التي ترجع إلى سد ذرائع سواء كان ذلك في مسائل الاعتقاد أو في مسائل العبادات أو المعاملات أو غير ذلك في مسائل الاعتقاد كثير من الذين يبالغون في سد ذرائع مثلا يمنعون بعض الأساليب اللغوية كالمجاز مثلا يقولون لا مجاز في لغة العرب معنا المجاز أسلوب من أساليب العربية وهو معروف فيها لكن أرادوا سد الذريعة لأن لا تحمل النصوص التي تتعلق بالعقائد على المجاز فبالغوا في سد ذريعة من هذا القبيل وكذلك فيما يتعلق بالعبادات سد ذرائع فيها وارد في كثير من الأحيان فيما يتعلق بقصد سيء فيها فيسد ذلك القصد ليترك ما سواه وكذلك في المعاملات كالبيوع التي تسمى بيوع ذرائع التي يمكن أن يكون الإنسان يقصد فيها الرباء ولكنه يحتال عليه فمن أهل الألم من يرى سد هذه ذرائع ومنهم من يرى فتحها وكذلك قضية الحية العموما فإن بعض أهل الألم يتحرجون منها سدا لذرائع وبعضهم يبيحونها وعموما كل له دليل والمسألة متسعة أما الذي يشبه أقصد المصالح المرسلة فهو البدع الإضافية فالمصالح المرسلة المصالح معناه ما للناس فيه مصلحة تتجدد بحسب الوقت فما لم يكن موجودا في العهد النبوي ككتابة المصاحف وكنقط حروف المصحف وكشكلها هذا لم يكن موجودا في العهد النبوي وكذلك بناء المحارب لم يكن موجودا في العهد النبوي وبناء المنائر المساهد لم يكن موجودا في العهد النبوي وتأليف الكتب في كتب السنة وتأليف الفقه والحصول والتفسير ونحو ذلك لم يكن شيء من هذا موجودا في العهد النبوي ولا في عهد التشريع ولكنه مصلحة راجحة بينة للعباد فيكون هذا من قبل المصالح المرسلة لأن من المصالح ما غلمت فيه المفسدة فحرم في قول الله تعالى يسألونك عن الخبر والميسر يقول فيهما إذم كبير ومنافع للناس وإذمهما أكبر من نفعهما فما فيهما من المنفعة والمصلحة مغمور في مقابل ما فيهما من المفسدة فلذلك حرمهم الله سبحانه وتعالى أما ما تمحضت مصلحته فيبقى على أصل الجواز وهذا هو الراجح وهذا الذي يسمى المصالح المرسلة والفرق بينها وبين البدع الإضافية أن البدع قامت الدواعي للأخذ بها في عهد التشريع فلم تشرع والمصالح لم تكن موجودة ولم تكن الدواعي قائمة لها في عهد التشريع وقامت بعد ذلك هذا هو الفرق البيين بين البدعي والمصالح تساكم الله خيرا شيخنا